600 ريال مقابل الدولار الواحد هو مستوى الانهيار الذي وصل إليه الريال اليمني لأول مرة في تاريخه مطلع العام الماضي كان الريال قد بلغ أعلى مستوى انهيار قياسي حينها حيث بلغ سعر الدولار الواحد 510 ريالات ما دفع المملكة السعودية لتدخل لوقف انهياره عبر إعلانها إيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني الودعة التي أعلن عنها كغطاء نقدي بهدف وقف تدهور العملة بحسب مصرفيين لم تنجز شيئا سوى تحسن طفيف شهده الريال آنذاك تمثل بتراجع سعر صرفه إلى 480 ريالا تراجع لم يستقر أكثر من 6 أشهر ليعاود الريال تهاويه مجددا فشل البنك المركزي في وقف انهيار العملة المحلية بل غياب دوره تماما بحسب اقتصاديين السبب الرئيس لاستمرار انهيار العملة المحلية فضلا عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي ففي وقت تشهد البلد أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة استنزاف الميليشيا للإحتياط النقدي وآثار الحرب على القطاعات الاقتصادية وتعطلها تحل السوق السوداء محل البنك المركزي فتتحكم بسعر الصرف وتدير اقتصادا موازيا أدى إلى اتساع الفجوة أكثر بين السعرين في السوقين الرسمي والموازي مطلع الشهر الجاري كان البنك المركزي أعلن عن سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بأكثر من 20 مليون دولار وبحسب مراقبين فإن إجراءات كهذه تؤثر على الغطاء النقدي للبنك المركزي اليمني وقد تؤدي لتآكله كما هو الحال مع اتجاه الحكومة نحو طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي لمواجهة أزمة السيولة خطوات لها نعكاستها السلبية على الاقتصاد وتزيد من تفاقم أزمته ما لم يستعد البنك دوره في إدارة السياسة النقدية والعودة إلى تغطية المتطلبات التمويلية لاستيراد الوقود والسلع الأساسية اعتبار أن الريال مرشح للهبوط أكثر يصعب على المواطنين حياتهم اليومية خاصة بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية وسعر الوقود ما يهدد حياة الملايين ممن لم يستلموا رواتبهم لأكثر من عامين ترجمة نانسي قنقر